مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها إبعاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خارج البلاد تحت دعوة وزعم أنه مصاب بفيروس كورونا هم أدخلوا حجر صحي فيروس كورونا وبعد ذلك نقلوه إلى ألمانيا رمو في ألمانيا هم بعد ذلك وجدنا السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري يعلن ما يشبه انقلاب على هوية الجزائر في مجلة الجيش ويكتب أنه يعني أنا سعيد شنقريحة والمجموعة اللي معايا إحنا مع الدستور الذي سوف يقسم الجزائر فيه استفتاء على دستور جديد في الجزائر خلال الساعات المقبلة يوم 1 نوفمبر يفصلنا عنها 48 ساعة تقريبا أو 72 ساعة لأنه أكشار اكتبه راح 30 يوم فيفصلنا عن هذا الاستفتاء 72 ساعة الاستفتاء ينص على دستور يؤدي إلى تقسيم الجزائر لعدة أقاليم كل إقليم لها برلمان خاص بها وكل إقليم له قانون خاص به وتحويل لهجات المحلية في الجزائر إلى لغات وتنتهي الجزائر ومحو الإسلام تماما ولغة الإسلام اللغة العربية ومجلة الجيش طبعا هو الجيش الجزائري ما هو لما قتل عم قيد صالح الله يرحمه وتخلصوا منه وأبعدوه بدأوا بقى كان هو لغى اللغة العربية في الجيش لغى اللغة الفرنسية في الجيش ساعتش انقريح رئيس أركان الجيش الجديد رجع اللغة الفرنسية بل لما قدم مقترحات تعديل الدستور لرئاسة الجمهورية قدمها باللغة الفرنسية تخيلوا فاليوم في ردة في الجزائر عبد المجد تبه الرئيس الجمهورية قام موقفه ما يعني ليس مع ولا ضد ولكن أدلى بتصريح قال والله إذا الشعب رفض الدستورة أنا موافق أنا موافق لا ارموه بره فرموا الراجل في ألمانيا تعالوا نبدأ ونرى نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية معمقة وقالوا طبعا أن أعناية الرئاسة الجزائرية أنه جارا نقلع بجيت تبون إلى ألمانيا وهو كمكة في مستشفى عسكري بالعاصمة عدة أيام حالته الصحية لم تتحسن فبناء على توصية من أطباء دخل إلى وحدة متخصصة للإلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة ولم يوضح البيان موعد دخول تبون إلى المستشفى لكن قال إن حالته صحية طيب بعد كده عملوا إيه بعد ذلك قالوا إن حالته سأت ونقلوه إلى ألمانيا ممكن يتوفى في ألمانيا الله أعلم لأن ألمانيا ليس بعيدة عن الكوارث التي تجري يعني أين يجري تقسيم ليبيا في ألمانيا مؤتمر برلين ما مخرجات مؤتمر برلين تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم ما مخرجات مؤتمر برلين ممنوع الشعب الليبي ينتخب ونعمل مرحلة انتقالية الشعب الليبي الآن في كام داخل في المرحلة الانتقالية السادسة أنا أسميها المرحلة الشيطانية مرحلة انتقالية لا تنتهي وتبدأ مرحلة أخرى وهكذا يعني منذ ست مراحل انتقالية يقول الشعب الليبي هنعمل الانتخابات ولما يأتي معه الانتخابات نلغى ونبدأ ولذلك أزاهه عم قيد صالح رئيس أركاني الجيش الجزائر لأنه قال لا للمراحل الانتقالية لا للمرحلة الشيطانية هنعمل الانتخابات واجه عبد مجيد تابون رئيسا للجمهورية فلا يارك لهم هذا الأمر وبعدين قال له عبد مجيد تابون اللي هي مفروض يعني راجع انت لما الرئيس مرسي عمل دستور في مصر حتى ما كانش الشعب انتخب لجنة منتخبة كل القنوات الفضائية هاجمت الرئيس مرسي واشتا مات فيه ليلة نهار الآن القنوات الفضائية التي كيت تسب وتلعم في عم قيد صالح رئيس أركاني الجيش الجزائر رحمه الله يا جماعة عرفوا الشعب فيه ايه في الدستور ولا اي حاج الشعب رافض لكن هذا الدستور يفرق بالقوة تعالوا نشوف ساعد شون قريحة رئيس أركاني الجيش الجزائر الجديد اللي هو المسؤول عن مجلة الجيش قادي مجلة الجيش الجزائر اهي وبعدين حطين صورة العساكر والسلاح والبتاع وبعدين كاتبين بقى المفروض مثلا بيكتبوا موضوع عن المعارك العسكرية للجيش الجزائر الاسلحة الجديدة التدريبات قالوا ايه بقى شوف الخيانة يقول لك مشروع الدستور الحفاظ على عقيدة الدفاع الوطني انت ايه علاقتك وعلاقة الدستور بتعدل او لا متعدلش ايه قايد صالح الله يرحمه لما قالوا له عدلوا الدستور عدلوا الدستور قال لهم مش شغلتي انا جيش مهمتي البلد دي يجرى في انتخابات اسلم الحكم للشعب فلذلك قايد صالح قالوا بقى جالوا ازمة البية والرئيس مرسي برضو موتوه بالازمة البية وزير دفاع السودان جمال عمر قتلوه بالازمة البية فيلم وعبدالله ابن الرئيس مرسي ايضا مخابرات السيسي قتلته قتصيبها بازمة قلبية فكل حد يحبه يخلصه منه يقوله اصيبها بازمة قلبية هل تبقول رأخر هيقوله اصيبها بازمة قلبية ولا يقوله عطبرة على ما احنا نزبط التزوير في الاستفتاء على الدستور اهو ادي الناس دي بتدخله شنكريحة يقول هذا المشروع دستور تقسيم البلد ده رؤيت انا شنكريحة فانا بقوله شنكريحة انت مندوب فرنسا ولا مندوب الشعب الجزائري لا انت مندوب فرنسا بتكتب اللغة الفرنسية بترجع اللغة الفرنسية بتعمل دستور يقسم البلد يشنكريحة المكريحة يتأمر الان على الجزائر وهو يدعي تعالا بقى نكمل شوف ويقول ايه ده العنوان التالي في مجالة الجيش اليوم الدولي للسلام الحرية للشعب الصحراوي وحاطت صورة ناس كده رافع عالم مش عارف ايه ده ايش حرية للشعب الصحراوي من ايه اعطوهم الجنسية الجزائرية انت بتزعم ان المغرب هي بلد مسلمة بتحتل الصحراوي المغربية وهي ارض مسلمة هو فيه المسلمين بيحتلوا مسلمين مش عاجبك ملك المغرب اعمل ثورة وهات ملك جديد اعمل نظام جمهوري جديد لك يظل مغرب موحد انا مش عاجب نتبو اعمل ايه اعمل ثورة واجب رئيس جديد لكن انا اقول ان الاقليم الف من الجزائر مستعمر ومحتل ما هيطلع لك مجموعة شيعية في الجزائر تقول لك الجيش الجزائري بيحتلنا عاوزين تقرير مصير هو ليه الاسرار انت ليه الاسرار تعادي بلد المغرب ليه انت مش بتعادي ملك المغرب انت بتعادي دولة المغرب بتعادي الشعب المغريبي دولة موحدة عاوز تقسمها هذه خيانة وانا بقول لهم لو انتم فعلا مع تقرير المصير والكلام الفاضي ده اتفضلوا اعترفوا بكبرص التركية دولة مستقلة اعترفوا بها انا بقول الحكومة الجزائرية لو فيكم راجل اعترفوا بكبرص التركية دولة مستقلة وعندها انتخابات ورئيس وكل حاجة ولكن لا تجرؤون أوروبا تضربكوا على أفاكم روحوا اعترفوا بكتالونيا في أسبانيا فطبعا بيوريك بعد كده بقى الجيش ما اكتفاش بكده لا ده راح حضرته بقى كاتب ايه مقال طويل ادي مجلة الجيش اهم التعديلات سيكون الشعب الجزئري على موعد مع التاريخ يوم الفاتح من نوفمبر للتعبير عن كده وكله طبعا تمجيد تكريس التدول الديمقراطي في السلطة تعزيز المبدأ الفصل السلطات طبعا هو كلام غلط يعني ما فيش وقت ان احنا نتناوله كله تناولناه في حلقة سابقة دستارة مشاركة قواتنا المسلحة في حفظ السلام اللقاء من الفساد تعزيز الحقوق والحريات الفردية الدفع بعجلة التنمية ترقية البحث العلمي شوية كلام يعني في الاخر شنقريحة بيقول للضباط والعساكر انا مع دستور تقصيب الجزائر احنا هنقسم الجزائر وهي دي العقيدة الجدالية ان احنا هنقسم الجزائر هذا ما يقوله شنقريحة بكل وضوح فهذا انقلاب على ثورة الاول من نوفمبر اللي هي الثورة التي قادت تستقلل الجزائر فهم عاملين ايه الاول من نوفمبر اقولك البيان الاول من نوفمبر اللي هي ايه بيان الثورة الجزائرية الاول فهذا انقلاب عليه بيان الثورة الجزائرية واحد نوفمبر بيقول الجزائر بلد مسلم لغتها العربية هوياتها الإسلام هؤلاء لا بيقولوا هوياتها بقى إيه القفار ما قبل الإسلام بالضبط عندنا فيما سيقول لك إيه إحنا نحن الفراعين حتى السيسي وانا عملت في حلقة سابقة عرضة لما كان عمل عرض عسكري جاب إيه فرقة عسكرية موسيقية لابسة زيل فرعون وفرقة عسكرية موسيقية لابسة إيه الملابس الأوروبية طب أين الملابس الإسلامية في الوسط مفيش أين جيس صلاح الدين ولا قوتز ولا كذا مفيش المماليك يا عمي إحنا في مصر امتلاكنا أقوى جيش في العالم في عهد المماليك في مصر في عهد صلاح الدين الأيوب امتلاكنا أقوى جيش في العالم كل هدأ ممنوع نفس الموضوع الجهة اللي بتحكم مصر هي نفسها اللي بتحكم الجزائر في بقى تراطير الترطور هنا اسمه السيسي الترطور هنا اسمه كذا شوية الترطير وبعدين راح الجيش أو المجلة المنصقة بالجيش راح يتعامل افتتاحية خطيرة بتقول احنا لسنا احفاد بقى الامير عبدالقادر الجزائري وين احنا احفاد القادر المسلمين الذين حاربوا الاحتلال الفرنسي إلا احنا احفاد الكفار ابو جاهل وابو لاهب بقى ما فيه ابو جاهل وابو لاهب في الجزائر العربية وانديه ابو جاهل وابو لاهب بتاعه في الجزائر زي احنا عندنا الفرعنة في مصر القوم المجرمون الفرعنة دو اللي استعبدوا الناس وقتلوهم كيابنه أهرمات لأنفسه هو سيسي لما يعمل هرم لنفسه ولا يعمل تمثال لنفسه في حجم أبو الأول يبقى مجرم ولا مش مجرم مجرم في جناس مجرم تقولك سيسي دا عظيم احنا عفادة سيسي المجرم تعالوا نقرأ هذا موقع وزارة الدفاع الجزائرية راح كتب مقال تزور لي التاريخ اسمه ايه تاريخ الجيش الوطن الشعبي مقدمة وجد الجيش الجزائري نفسه غدا تسترجاع السيادة الوطنية في 5 يوليو 1962 وريثا شرعيا لمين للجيش اللي هزم الفرنسيين لا 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 واحنا ضد فرنسا دا احنا بقنا شغالين لحساب فرنسا وريثا شرعيا لتاريخ عسكري طويل وحافي احنا بقولي بقى احنا ابقنا الملوك والقضاء النوميديون ضد الاحتلال الروماني يعني احنا احفاد الناس الكفار اللي عاشوا في ذلك الوقت النوميديون والنوميديون هؤلاء لم يحكوا الجزائر دا حكموا جزء من الجزائر طيب ما تقول نحن احفاد المرابطين المرابطين حكموا الجزائر كلها نحن احفاد الموحدين حكموا الجزائر كلها يعني اختار دولة اسلامية بكون حكمة الجزائر علما ان الجزائر لم يكن فيها دولة قائمة بذاتها الا من 1962 ومصر كذلك لان التقسيمات دي مصر والجزائر والمغرب الى اخير كالبلد واحدة والانجليز والفرنسين قسموها نفترد اليوم ان الفرنسين يحتلوا الجزائر وقسموها لدولة قسطنطينة في الشرق ودولة وهران في الغرب ودولة الجزائر في الوسط فيجي بقى الملشيات الموجودة في وهران تقولك ايه ابحثونا كده في التاريخ لو كان في حد حكم هنا بس بشرط يكون مقابل الإسلام الإسلام لا مقابل الإسلام يقولك تاريخ الجيش الوهراني وهكذا فهؤلاء ينبشون مقابل الإسلام يقولك جدي فلان الكافر في مصر يقولون اجددنا الكفار وعلى فكر ممكن نكون اجددنا الفرعنة أو لا لان هذه كلها هجرات يعني انا ممكن يكون جدي واحد من الباربر المسلمين الباربر جاءوا مصر وحكموها وهجرات كثيرة جدا جاءت من المغرب الإسلامي وجاءت مصر وحكمت ممكن يكون جدي تركي ممكن يكون جدي سوداني ولا تفرق حاجة يا مسألة لا قيمة له ربنا لا يحاسبنا إلا على اختياراتنا فقط نحن لا نختار أن نكون بيضا ولا حمرا بربرا ولا عرب ولا أتراك نحن لا نختار أن نكون رجلا أو امرأة إنما نحن نختار أن نكون مسلمين أو كفار أو غير ذلك نحن بنختار نحن نقتل ولا نفعل الخير ولا كذا فالله يحاسبنا على ما نختاره نحن لكن حتى الواحد اللي بيكون مجهول الناسب لا يحاسب على ذلك ولا يشينه ذلك ما أنت عندك بيبرس لا يعرف من أبيه ومن أمه بيبرس الملك العظيم السلطان العظيم الذي هزم المغول والصالبين في مصر وهو بطل معركة عين جهلوت قد زغو بيبرس لكن بيبرس كان لدن عسكالي مهم فهو قاعد هو تقولك من المعارك الكبرى التي خضها الجيش الجزائري خلال الحرب البنية الثانية معركة زامة أبرزت عبقارية الملك مسينيسا نفس الموضوع عندنا تحطمس وخنفس ومحتس ونفس الايه فهذا يريك المؤامرة التي تحاك للجزائر الآن لذلك أقول للشعب الجزائر اخرجوا وشاركوا في الاستفتاء وقولوا لا المقاطعة ضدنا أن المقاطعة هم هيخرجوا المجموعة الشعية العلمانية وتصوت بنعم فهيبى الاستفتاء جاء بنعم حتى لو شارك 3% فإحنا لو خرجنا بعدد أكبر وشاركنا جاء الاستفتاء نزيهن فرفضناه طب لو زوروا الاستفتاء لم نخسر شيء ما هو لو جلسنا في البيوت برضو هيمرروه طب وإن خرجنا قد يمر وقد لا يمر فإحنا نراهن يعني إحنا هنتنيهن نقف ضدهم حتى لو مروا سنقف ضدهم سيظل نقف ضدهم نحن لسنا أقل من اليهود اليهود الفين سنة يقولون العام المقبل سنلتقي في أرشاليم اللي هي القدس ولتقوا في أرشاليم ارتقوا في بيت المقدس فنحن لسنا أقل ده إحنا عندنا أمل كل هذه العصابة اللي فرنسا بتضحها تحكم الجزائر بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله شوفوا هذه يعني إيه هذا إيه إحنا شغالين شغل على المدى الطويل قد نحقق نحن النصر وقد يحقق النصر على يد أبنائنا أو أحفادنا لكن كل واحد يضع لبنا كل واحد يؤدي مهمته ويمضي يؤدي مهمته ويمضي بإذن الله إن شاء الله حتى نحر الجزائر من هذه العصابة عم نقاية صالح الله يرحمه اللي أدى عظيم لإنه كان مفروض الجزائر تكون مقسمة أصلا حالا مثل السودان المستنقع السودان لما عم قاية الصالح تصدى لهم أخر هذا المستنقع سنتين أو ثلاث سنوات أعطانا فرصة من الوقت إن إحنا نستعد صفوفنا ونقف فلذلك يظل أن نقف ضدهم دائما 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 ونفضحهم طيب تعالوا نقرأ شوف بقى هنا سيدي قد صحيفة الشرق الأوسط السعودية بتاع المخابرات السعودية بتاع سلمان ده مين عبد الرحمن شلقم الولد وزير خارجية ليبيا في عهد القذافي شوف وزير خارجية ليبيا بتاع القذافي بيكتف في جارت السعودية أدي جارت أدي في السعودية كاتب لك إيه في الجارت السعودية جزائر جديدة بدستور جديد وقاعد يمتدح صحيفة الشرق الأوسط بتاع السعود بتمتدح دستور اسمه دستور التقسيم هذا هنا في موقع سبق الإخباري هدي وزير خارجية فرنسا يعلق على مشروع الدستور وملف الذاكرة والوضع في ليبيا والراجل مبسوط جدا واسمه جون إيف لوردريان إن مشروع تعديل الدستور في الجزائر يعتبر خطوة إصلاحية هامة من شأنها تكريس الحوكمة وتحقيق القرامة والحريات فرنسا بتقيد مشروع الدستور لو فيه صالح الجزائر لو وقفوا ضده أنا أحسن ما سمعته في رفض هذا الدستور ما قاله العقيد أحمد شوشان تعالوا نسمعه فالآن يريدون أن يغفوا الشرعية الشعبية على كل التعديلات اللي داروها اللي هي مخالفة للدستور ومخالفة لمصرحة الوطنية ما روش فقط على لغة حتى الأرض أصبحت عربية وأمازيغية كاش ما شفتوا واحد يقول في فرنسا بل الأرض فرنسية وغلوغولية وبقلوية وكذا أرض عربية وأمازيغية أنهار المنقرة وين جيتوها هذه هنا أحد الساسين الجزائرية اسمه خرش النووي يقول الدستور الجيد أملته الضغوط الدولية وقال أن دستور الجزائر منذ عبدين من الزمن جاءت نتيجة الضغوط الدولية مستشهدا بتصريح سابق للرئيس لجنة إعداد الدستور أحمد العربة وده لم ينتخبه أحد هنا قال أن الجزائر تتجه نحو إلغاء كل ركاز الهوية الوطنية كان قال في التصريح وهذا نحن هنلغي الإسلام وهنلغي اللغة العربية يبقى لم يعد هناك أي جزائر أي دولة في العالم لها دين رئيسي شاهدون فرنسا في حلقة قبل هذه الحلقة مني في البرنامج الفريز يقول نحن هوياتنا هوية مسيحية يهودي فرنسا كلها كاثوليكية دين الرئيسي فيها كاثوليكي بريطاليا دين الرئيسي فيها البرتستينتي أمريكا دين الرئيسي فيها البرتستينتي إسرائيل نفسها عمل دولة على الاساسي الدين فقط وهكذا الهند الهندوسي تركيا الإسلام وهكذا حتى لو ك Pinterest دولة علمناية حتى لو الدولة كافرة بهذا الدين اللي هو الدين الرئيسي فلما تلغي الإسلام أنت بتمح الجزائر نفسها أنا أتكلمش عن تطبيق الشريع الإسلامي إنها محاوية الدول لغيت اللغة أي دولة في العالم تتفكر بدليل أمريكا فعل لغة واحد اللغة الإنجليزية هتلي كل المكاتبات والقوانين في أمريكا باللغة الإنجليزية كل اللافتات باللغة الإنجليزية في مرة يا جماعة ترامب يطلع قرب لغتين ممنوع ولا في إيطاليا ولا في فرنسا الدولات الصغيرة بيحد فعل بريطانيا اللغة الإنجليزية وبريطانيا عندها إيرلندا وعندها سكوتلندا يعني بريطانيا عدة دويلات مع بعض رغم ذلك اللغة إيه اللغة الإنجليزية روسيا نفس الموضوع رغم أن روسيا بتضم قوميات أخرى قتلون في مناطقكم بتبقى لغات محلية وليست لغات رسمية يعني أنت في المنطقة بتاعته مش فاهم روسيا فممكن تتكلم أو بتاعه كده لكن لغة الدولة وقوانين روسيا قوانين روسيا كلها البرلمان الروسي قررت الرئيس الروس كلها بلغة واحدة اللغة الروسية لكن فرنسا نفسها اللغة الفرنسية فقط وأنا عرضت من قبل كيف أن الرئيس الفرنسي ماكرون رفض يجعل لغة كورسيكا لغة رسمية هذه اللازي يجري في الجزائر هنا في وكالة الأناضول إسلامي الجزائر يحشدون بلا لتعديل الدستور وذلك خوفا على الهوية أنا مجي يقول خوفا على هوية الجزائر خوفا على وجود الجزائر نفسه فدي مجموعة من الأحزاب الإسلامية طيب فيه حزب بيقدم نفسه أنه إسلامي هذه الجزائر حزب إسلامي يعلن التسوط بنعم على تعديل الدستور حزب ده اسمه حركة البناء الوطن أنا بقول ده ليس حزب إسلامي ده حزب المنافقين حزب العملاء دائما الجواسيس والخوانة بيقدم نفسه على إنه شيخ بيقدم نفسه على إنه طبيب وبيقدم نفسه على إنه مهندس ما فيش حد يجي لك الجسوس يقول لك أنا جسوس هيقول لك أنا دكتور أنا ضابط في الجيش أنا شيخ كده فنحن نعرف الحق نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال فإحنا لو واحد حفظوا القرآن وشيخه بيصالوا وابن نبي وبيقول كلام كفر أقول لك أنت كلمت تقول له ده كفر طب ما بنسدي نحو كنكافر وقال لك أنا أبن نبي بقى فلا يغرنكم هذا الكلام هنا الإعلامي محمد دحو كتب يقول هنا الإعلام محمد دحو كتب يقول معركة الدستور في الجزائر هي معركة وجود هي فعلا معركة وجود والله وهوية ودين ودولة ومصير ولا يجوز أبدا اللعب بمصير البلاد والعباد إرضاء لنعارات جهوية أو عرقية أو حزبية أو سياسية الجزائر وطننا والإسلام ديننا والعربية لغتنا واللهجات الجزائرية مجتمعة تراثنا وهراؤنا اطمئنه لن يخلف الشعب الجزائري وعده حكاية اطمئنه أنا مش مع اطمئنه عن محمد يعني أنا متفق معاه في كل ما قاله إلا اطمئنه في السياسة لا تطمئنه حتى لو أنت أقوى دولة في العالم تنهار الدولة الأموية أقوى دولة الأموية بتحكم من الصين لباريس ونهارد والعباسية بشكل ونهارد والعثمانية ونهارد فما فيش حتى المجالة الجيشكة بتقولك إحنا وصلنا إسلندا أيوة ومتحكم بعد ما وصلت إسلندا احتلوا لعاصمة الجزائر فلطمئنان لا لا تطمئن أبدا لتكن دائما عينك مفتوحة اللحظة اللي هتغمط فيها تنضرب على أفاقك هذا تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وهو يقول لا يصوت بنعم يصوت ولا يصوت بلا يصوت احنا هننفس قرار الشعب لقبلها الشعب هدكية قبل الدستور مرحبا أرفض الدستور مرحبا نفوته لتعديلات أخرى هنا الأستاذ عثمان صابق يقول حملة باهتة جدا للاستفتاء أول نوفمبر لحدث في الشارع اللهم في بعض الصالونات تحت الرقابة المشددة هل هذه ديمقراطية بعربة الوريس لجنكتابة الدستور التي قرأت عنها لماذا لا يفسح المجال لمن يقولون لا لا حاجة لنا بالدستور الآن بدلا من الترويق فقط لمن يقولون الدستور يدخل الجزائر الجنة في إكراه وتزوير لتمرير هذا الدستور في الجزائر لدرجة أنهم خلوا في البرلمان في الجزائر ولا واحد يأرفض كله يقول نعم واللي رفضوا أقول لهم ما تحضروش ما تحضروش الجلسة ومنعوا النقاش تم تمرير التصويت على الدستور في البرلمان الجزائري المزور حتى يعني المسرحية اعملوها كده واي نقاش كده في نصف دقيقة اللي موافق على الدستور يرفع ايد نعم موافق حتى لم يقرؤوا في فضحة اكثر من ذلك والان طردوا عمجة التبون في الخارج فهذا يرينا المخطط الذي يجري الجزائر اخيرا تعالوا نشوف وزير الشباب في الجزائر اللي قال الشعب الجزائري اللي مش عاج بالدستور يخرج برا يا ده اقصاء دي مسألة هدفها طرد الشعب الجزائري لانا عايزين يعملوا احلام عايزين يغيروا الجزائر تعود الجزائر مختعمرة فرنسية هذه الصورة هي التي تشرح الوضع بدقة هذه هي الصورة التي يردونها هذا هو الشعب الجزائري هو معربوط بحبل في عونقه هذا هو الشعب الجزائري وهؤلاء الحكام دول العصابة الحاكمة واحفادهم الموجودين الان وبيطرد الشعب الجزائري منقراه فهذا ما يقوله وزير الشعب الجزائري تعالوا نشاهده أننا تسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة منذ الاستقلال ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد أرجو من كل الشعب الجزائري أن يخرج بقوة ويصوت بلا أرجو أن تصدى لهذه المغامرة الخطيرة جدا لأن الشعب الجزائري ستدفع الثمن بدمه والحرب الأهلية ستندلع والجزائري سيقتل الجزائري الجزائري تحول إلى المستنقع السودان فالوضع جد خطير أرجو مشاهدين أن تكون الصورة قد وضحت وأرجو منكم أن تشترك في القناة بالضغط على هذا الزر رابط صفحات على الفيس بوك وتترأسوا الفيديو هنا قائمة بالفيديوهات التاريخية والوفاقية هنا كتاب الأطراق في الجزائر اللي يهمنا بقى في الكتاب ده الجزائر ما قبل الأطراق قبل تحرير المسلمين الأطراق للجزائر المستعمر الأسباني هي نفس السياسة هذه فرنسا للجزائر التشزت وتقسمت فجاء الاحتلال الأسباني وحتى الله اليوم يفعلون نفس الأمر نقسم الجزائر عدة دولات حتى بعد ذلك نأتي ونحتل لها فالوضع قطير وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته